بسم الله الرحمن الرحيم بدايا رحب بكم في هذه اللحظة حول الإجراءات التي تمت من خلال تطبيق العمل عن بعد أو الدراسة عن بعد في فروع الجامعة وخاصة سبا كان في فرع كلباء أو في جامعة الشارقة بشكل عام ولله الحمد وفقا لتدابير الاحترازية التي انطلقت سواء كان على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى الإمارة أيضا سعد جامعة الشارقة مشكورة من إدارتها الكريمة إلى تطبيق كل ما من شأنه حماية سواء كان العنصر البشري أو العنصر المادي وفق الإجراءات التي أعلنت عنها دولة الإمارات من خلال خطة الأزمات والطوارئ في وزارة الصحة مشكورين طبعا ستبدأ فترة التسجيل مباشرة من بعد إعلان النتائج الثانوية العامة إلى 10-8 أي 10 أغسطس بحوالي تقريبا شهر ونص المدة فيها من القبول والتسجيل المفتوح لأبنان الطلبة سواء كان عن الطريق اللي هو الأونلاين أو عن بعد وسواء كان بالحضور إلى مقار العمل في الفروع أو في الجامعة الأم بحكم أن الموظفين كما أسلفنا بدأوا في العودة إلى التعلم أو عفوا إلى العمل عن مواقع العمل الأساسية وطبعا أمور تتعلق بالمنح يمكن هذا التساؤل يطرحها بعض الطلبة كيف ممكن يكون هذا الأمر طبعا نحن دائما إمارة الشارقة سباقة من خلال مكرومات صاحب السمو حفظ الله ورعاه في هذا الجانب سواء كانت عن طريق الديوان أو عن طريق هيئة الكهرباء والماء وهي كل عام بعامية أو بنتائج الثانوية الخاصة بكل عام جديد وهناك طبعا تخصصات نحن نبشر أخواننا الطلبة والطالبات والمجتمع بشكل عام أن هناك أيضا مسايرة للأوضاع الحالية سواء كان العالمية أو الخاصة في الدولة بحكم أن الجامعة تسعى دائما نحو التجديد والتطوير لكل ما من شأنه رفعت هذا المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة الكريمة فتم طرح كثير من التخصصات سواء كان في الجانب الأدبي أو العلمي ومن التخصصات الخاصة بقسم البكالوريوس تم طرح هناك الكلية التي هي تخصص في الحاسب أو ما يتعلق بكلية الحوسبة وهذه ككلية جديدة أيضا من السنة اللي مضت والسنة هذه أيضا سيتم تفعيل هذا الجانب كذلك تم طرح ماجستير مؤخرا حول علوم الفضاء والفلك وهذا لأول مرة يحدث على مشتوى الدولة وطبعا هي من التخصصات التي تستلزم وكذلك أيضا ما يتخصص بالأمور التي تهتم بالصحة وأكيد أن اليوم توجه طلابنا وطالباتنا نحو كل ما من شأنه حول العلوم الصحية والعلوم التي تخص بإدارة العزمات والتثقيف العام نحو العلوم الصحية التي مرت علينا كفترة هذه خلال الوضع الراهن